السلام عليكم وياكم محمد حسنا نشرح البرت الثاني من التشرر الخامس من موضوع solubility وصلنا هسه colligative properties يعني خصاص تجميعية يقول لك Are those physical properties of a liquid that might be altered by the presence of a solute يقول لك هي خصاص فيزيائية تخص الليكود خص الصال اللي احتمال تتغير بوجودة السلوت يعني السلوت نعرف من السلوت مثل ملح l-acl منها راح نضيفها للمي راح تتغير هاي الخصاص ولا تتغير خصاص فيزيائية تمام على شمي بتعتمد هاي الخصاص and are depend on the number of solute particles in the solution يعني راح تعتمد على عدد جزيئات الثال العفو للسلوت note and note nature of the solute يعني شنو يعني عدنا هنا 6 solute صغار وعدنا هنا اثنين سلوت كبار يوهن اللي راح يأثرا على المحلول الأكثر هدمني حتى لو النظر هيأثرا ليش محمد لان ما احنا نعرف انه depends on the number of solute على عدد جزيئات المذاب وليس على طبيعتهم حجمهم حجم فيزيائية اوكي شنو ندني colligative properties عندنا freezing power depression balling mode elevation على osmotic pressure يعني ضغط البخار من الحطل السائل محيوة من الحطل السائل ضغط البخار راح يقل وكذلك freezing board نقطة نجمات راح تقل وكذلك نقطة الغاليان راح تزيد وال osmotic pressure من راح تأثر محمد اريد تشرح هسراح واشراح واحدة وواحدة اول شي عندنا الفيبر وبرشر فيبر وشراح نعرف انه يعني ضغط السائل عفو ضغط البخار ضغط البخار يعني شنو كل ما يكون للسائل قابلية اكثر الى التحول الى حالة الغاز يعني فيبر وبرشر عالي اوكي فاناش يقول لك يعرف ليه التعريف بسيط the term فيبر يقول لك مصطلح فيبر البخار is applied to the gas of any component that would normally be found as a liquid at room temperature and pressure يقول لك مصطلح الغاز او البخار راح يطبق على الغاز لأي مركب راح يكون عادة normally liquid سائل يشوكت درج حارة الغرفة وضغط الغرفة يعني درج حارة الغرفة 25 سيليزي لازم بعرفوها وضغط الاحتياد من الغرفة 1 ATM تمام مثال water gasoline rubbing kohol and fingernail polish remover ذن كل هن بحالتنا عادية كون liquids بس كل هن يصير نبخر الى الغاز زين راح عرفنا شنو يعني vapor brusher زين شنو راح يعثر السوليوت عال vapor brusher حسر راح نعرف هنا انا حين نبسح ذني اوكي يقول لك وين non volatile solvent is added to a volatile solvent يقول لك من راح نضيف مذاب غير متطاير non volatile يعني غير متطاير يعني ما راح يتحول الى غاز مرة نضيف مذاب غير متطاير الى مذيب متطاير يعني مثال ما يصير يتبخر فأنا سنسميه volatile تمام يعني الغاز اللي راح يتكون ما solution ما المحلول كامل راح تكون فقط عن طريق solvent السلوت هل دخل السلوت سيكون تأثير سلبي ويقلل هذا الغاز شون بالله يقلل يقول لك addition of a non volatile solute to a solution lowers the vapor pressure of the solution يقول لك إضافة المذاب غير متطاير المحلول راح يقلل lowers the vapor pressure ليش بله because the solute particles at the surface block the solvent particle from escaping into the vapor state يعني شنو يقول لك ذرات المذاب ذن غروة الطائرات راح يتواجد عصة طح المحلول ورح يسون شون الجدار يمنع المذيب من أنه يكون بخار يمنع أنه يطلع من المحلول ويكون بخار block the solvent particle from escaping من أو عاقة ذرات المذيب from escaping من الخروج into vapor state الخروج إلى الحالة الغازية ينش عرح لك non-volatile شنو يعني لزم نتريط لك بخار ينو ما يقول لنا بخار او او ناش يقول لك the effect is simply due to fewer solvent molecules at the solution surface يقول لك هذا التأثير يا تأثير رح يصير مع vapor brush المحلول المحلول رح نضيف له مذعب رح يقل بس ليش رح يقل يقول لك ببساطة بسبب fewer solvent molecules at the solution surface قل الجزيئات المذيب اللي هي رح تتبخر الموجودة على سطح المحلول محمد ليش النقيلات يعني السلوت رح يكون شون يعني يعاقة بلوك بلوك المن لل solvent particle حتى ما يخرج للحادة الغازية يقول لك يقول لك السلوت molecules occupy some of the spaces that would normally be occupied by solvent يقول لك جزيئات المذعب رح ياغذن بعض من المساحات ياغذن spaces مساحات that would normally be occupied by solvent اللي المفروض تنوخذ بواساطة المذيب the reduction in the vapor pressure of the solvent depends on the amount of solute added مثل ما حد كان بالسلاد السابق يقول لك النقصان بال vapor pressure علي من رح يتمد على amount of solute added يعني على عدد ذرات السوليوت نشقد ما كان هواية رح يكون تأثيرين أكبر وليس على nature مالتهم على حجمهم شكلهم حالتهم فيزيائية vapor pressure lowering is the key to L4 of colligative properties يقول لك إذا أنت رح تفهم ال vapor pressure lowering رح تفهم كل الباقية لأن كلهم فكرات المتعلقة بهذا إذا فهمت الفكرة رح تفهم الفكرة والباقية لأن كلهم السهلات هذين الباقية كلهم كلام على الاشتقاق ما يفيدكم ما تريد هي دكتورة تريد تحفظون بس هذا القانون مع vapor pressure يقول لك نلتابي اللي هو التغيير بال vapor pressure على B-not solvent يعني vapor pressure ما solvente النقي نلتابي نلتابي يساوي N2 على N1 زاد N2 N عدد المولات number of moles نقدر نقول أنه هذا الكسر هو بالأصل X دلتابي يساوي B-not solvent يساوي X بس X ما 8 X 2 تتذكرون نحن قبل ما شرحنا بالبارة الأول أن نحن نرى المنزل المذيب بال1 مثلا weight 1 يعني هذا الوزن ما 8 ما المذيب molecular weight 1 يعني molecular weight ما المذيب إذا قلنا 2 مثلا 2 فيعني هذا الكسر المالي ما المذيب هس عرفنا ال1 المذيب وال2 المذيب خوش هنا هنا سؤال من طيكم calculate the relative vapor pressure يعني ذاك القلول مالتك ملاحظة relative vapor pressure يعني مو بس دلتابي لا هذا الكسر كامل أوكي يعني هذا الكسر كامل هو رح نطلع هسا آآ هذا 20 درجة سيريزية هذا ما رح تفيدنا القانون سيريزية تفيدنا 171 2 2 6 كرز هو قال ياك ال weight 2 طينا هذه weight 2 هي دكتور كاتفة مساعدة لكن لا ستجد المتحان لنجد تعرف هذه مالتمن فنحن رح نكتب هنا المعطيات ويتو نحن نعرف ان التو ما صغيط مية وحد وسبعين بوان تثين غرام اوكي ان الف غرام of water ويت وان يساوي الف غرام يعني بدل ما كتب هنا سكة روز وهنا ووتر رح نكتبوا وان وثو خوش خوش الموليكولور ويت of سكة روز is 342.3 يعني الموليكولور ويت طبعا 2 ايلا ايه 2 ايش قد قلنا 342 342 point ثان والموليكولور ويت ما الواتر اللي هو واحد جيد رح يكون منطيكيات 18.02 ثانيا خوش حسنا معطيات شيريد هو relative vapor pressure نحن شير من شان قانوننا خلنا جينا طبعا هنا هوسة بس مو مشكلة رح نشرح عليها هادا قانون مالتنا نحن عرفنا انه X2 ما المذاب الكسر الموادي فهذا هو قانوننا N2 على N1 زاد N2 تجيزنا ال N ال N ما للسكر و ال N ما للوسر عدنا لا ما عدنا ومطينا بالقانون بالسؤال فشن قانون عدد المولات قانون عدد المولات number of moles N يساوي weight على molecular weight عدنا الweight قدنا molecular weight من كل واحد شوفوا N يساوي هنا N2 وهنا N خوش يساوي هنا معوض بشكل كل طبيعي يعني نفس المعطات الآن هسا كتبتهم هذني معوضهم ومطلعنا النواتج النواتج النهائي طلعنا O.5 و 55 و 5 رح نجيب ال N2 جي طلعناها هي O.5 عطيناها فوق ورح نجمع N2 وال N1 بالمقام حتى نطلع number of miles مع كل solution الكامل ورح نطلع الناتج ما الجمع رح نقسمها على بعض نطلعنا القانون O.00 0.0089 هذا الناتج النهائي يجوز بالامتحان ما رح يجي بهذا الناتج يجوز رح يقرب يعني تقريب O.009 شون هنا نكاتب لك زي المحمد هاي شون نطلعها أنا أقول لك التسعة هاي تنطي الهتمانية يتنطي فأحصير هنا تسعة الهتمانية رحصير تسعة وهذه تكتفي أي رقم يبدأ من خمسة وفوق ورح ينطي أي رقم من أربعة ونجو ما رح ينطي أوكي فأحصير ما رح ينطي لك المتحان أما هاي القيمة أو هاي القيمة وصلنا لفرع به من هذا السؤال بس قولنا نبدأ به خليه يأطيكم قانون جديد عدنا هذا القانون يقول لك the lowering of vapor pressure الخفاض ضغط البخار اللي هو delta b اللي هو رح يتكون بسبب addition of solute equal اللي هو رح تكون بسبب إضافة السؤال عرفناها رح يساوي يعني منها رح يدقانون رح يساوي difference between the vapor pressure بعمل تسمعون كلمة difference between difference يعني سالب ناقص السالب هذا رح يكون بينات من between the vapor pressure of solution يعني b ضغط البخار للمحلو الكامل and vapor pressure of pure solvent يعني b not solvent عرفنا البيور رمزة not البيور يعني نقي يعني هذا المركب قول الله يدخل بالخليط هذا اوكي القانون ش رح يصير يعني delta b اللي هي lowering of vapor pressure يساوي b not solvent ضغط البخار للسولفنت المذيب من شان وحده من شان نقي ناقص difference يعني ناقص b solution ضغط البخار المحلول كامل يعني الخيط كامل اذا نختص نختص delta b يساوي b not 1 عرفنا ان الواحد هو لل solution والاثنين لل solution ناقص b من شوف واحدها يعني هاي ما solution كامل تمام هات القلوم شن رح يفيدنا محمد رح يفيدنا نطلع من عنده مثلا b اللي ضغط البخار solution طلع من عنده delta b او حتى b not واحد اوكي هنا شو ها نستغاد عنده بسؤالنا بالله يقول لك what will be the vapor of the solution يقول لك شو راح يكون ال vapor brush شو vapor brush يعني يعني ال b مع solution كامل ب b رمزة if you know that the vapor of water من هو ال tolvent is 17.54 مليمتر زي بقي زي اهنان نحن شو انا كان طالب من عندنا بالفرعة السابق ال relative vapor brush عن relative vapor brush هو delta b على b not solvent قلنا انا اش قلنا او بنت او تسعة هذا هو الناتج بالقانون نحن ساش نحتاج نحتاج بي وحده من يقلنا هنطلع هنطلع من هذا القانون هاي المجهولة هاي عندنا جاهزة وين هاي هي هاي 17.54 مليمتر زيبقي دلتها بي عدن ما عدن من رح نطلع رح نطلع من هنا رح نكتب هذا القانون نفسه يساوي 0.009 نفس ما سوينا هنا طرفين طرفين في وسطين يعني هاي نخليها وحده حتى نطلع لتها بي ساوي 0.009 بي سولف هاي ملطن اياها سب الفرع بي يطلع للناتج أوبع 16 بلمتر زي بقي رح نجيب هذا القانون قانون مالتنا نغير اللون ونبسح هاي رح نجيب قانون مالتنا هذا نعوض للتها بي سطلع نها والبي واحد نوت هم ما تمنط نها بالسؤال ش ما تحتاج نهاية فاش رح ننقل طرفين في وسط رح ننقل واحدة هناك واحدة هنا لحد ما تترتب ويكون عدد الناتج 18 38 اللي ما يعرف الش رح ننقل اول بي يساوي بي واحد الدلتا بي ما يصير تبقى بهاي الجهف لازم ننقل هناك ليش ما يصير تبقى لان هاي البي المجهودة رح ننقل بمكانها في الدلتا بي من ننقل الشرح الصير رح صير سالب سالب دلتا بي نعوض ويطلع الناتج هو 17 38 30 ملي متر زي باقي هنا لازاش عدنا ثانيا من خصاص الكوليغيتف balling point elevation ارتفاع نخص الغليان شون بالله the balling point defined as the temperature as which the vapor pressure of liquid equal to the atmospheric pressure شو يعني يقول لك رح نقدر نعرف balling points هي درجة الحرارة ما الفيبر pressure لسا عندما تكاف او تساوي الضغط مال الجو شوف شوف نحن عدنا نعيون الضغط ضغط الجو وال vapor pressure ذني الى الساون الى الساون يعني هذا السائل الـ liquid رح يصير بخار اوكي فيقول لك الـ boiling point هي درجة حرارة اللي بيها رح تساوي equal vapor pressure واتموس f- pressure زيان يقول لك addition of non-volatile solute to a solution rise the boiling point of the solution above that of the pure solvent شنو يعني يقول لك اضافة solute non-volatile يعني المذهب غير المتطائر او غير قابل للتبخل المن للمحلول رح يصعد من boiling point ليش محمد هاي العملية شون صارت انا رح أقول لك شوشو اولا شاك انتعرف انه الـ vapor pressure علاقة عكسية بال boiling point تمام واحد علاقة عكسية يعني اذا فيبر مشار زاد البولد بوينت رح تقل اوكي شي ثاني اذا ما تريد تعتمد عليها شوف خلف فهمي لياك نحن عدنا هنا سائل واحدة وعدنا هنا سائل بسوليوت مثلا السوليوت هذا صلب تمام السائل اذا نريد نبخره ما رح يحتاج دراج حارة عالية مثلا خلنفرض بس 20 دراجة مقوية او سيليزية بعشرين دراجة سيليزية رح يتبخر بسهولة بس اذا هذا بيجسئات صالبة اللي سوليوت وغير متطائرة اذا غير قبل يتبخر صعبة جدا فنحتاج دراجة حرارة جدا قوية حتى نبخر فنحتاج مثلا خمسين دراجة سيليزية فشفت امن انه البولنج بوينت دراجة الحرارة من نضيف سوليوت لل محلول ستزيد اوكي 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 ان كلك هذا التأثير is because the solution vapor pressure is lowered as desigrated by Raoulth لو اقولك هذا التأثير سيكون بسبب vapor pressure مع solution سيقل حسب مثل ما قلنا بالضبط Raoulth لو تمام اللي ما يعرف هذا يقرأ البارت الاول يقولك درجة حرارة solution لازم نزيد ليش حتى يكون vapor pressure مكاف لاتموسفير كبرشر يعني نحن نحاول ال vapor برشر نخلي يساوي لاتموسفير كبرشر ليش حتى يتبخر المحلول فيقولك ارتفاع درجة حرارة حتى نكاف هم اثنين اثنين اما يقولك the amount that the temperature is elevated is determined by the number of moles of the solute dissolved in the solution يقولك الكمية مع الحرارة اللي زادت شو رح نقيسها رح نقيسها بوس عدد المولات number of moles of solute بوس عدد المولات of solute الذائب بالمحلول شون بالله نحنطين قانون okay bowling point elevation relationship is هذا القانون ما تخلنا ندفها للتاتي بي للتاتي اليداج حارة البي ما البولد بوينت يعني نشوف اسعد نعمال للتاتي اف هيت رح نميز بين الخصاص البي ما البولد بوينت الاف ما الفرزنج بوينت فش يوم ندرسها كي بي كي بي هيا رح نطلعها وكذلك الام هاي monality عارف مصغيرة كل monality الكي بي هذا ثابت بس مو ثابت انه قيمت ما تتغير لا هو بي سمونه ثابت هاي سرح ندرسها تمام نقول لك السرح اشرح لياك where delta tb is the bowling point elevation delta tb يعني هي درجة حرارة اللي زادت أو the difference between the bowling point of the solution and that of the pure solvents او قل لك او هي الاختلاف ما بين درجة غاليان ما بين solution solution وكذلك المذيب قولها نظيفة للمحلول زيان هاي ما يهمكم كيبي is a constant that is characteristic of the solvent call it the moral elevation constant or abeloscopic constant يعني شنو يقول لك الكيبي شنو راح يكون اسمه اما يكون اسمه moral elevation constant او abeloscopic constant يعني انت تسب السؤال مر راح ينطيكيها ومن راح يطلبها اما راح يقول لك the moral elevation constant او abeloscopic constant فتشوي همات راح ندرسها بالسؤال ما لات الخاص بيها الام شنو هي هاي الام م solute يعني المنطيكي 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 is the morality of the solute in the solution او المنطيكي هنا سؤال عليها يقول لك O.2 aqua solution of the drug give a bowling point elevation منطيك هنا عن delta t b منشوف درجة سيريزية ينهي delta t calculate them moral elevation constant يقول لك moral elevation constant هاي يعني يعني kb for the solvent موضح لك كاتب لك الوضع محنا قيماتنا هذا بس المطلوب هو هذا فاش راح نسوي الامر راح نقوله هنا فرح اصير بالمقام هاذا القلمات نشطار هيش راح نقوض لتابي ايها هاي جرش حارة أو point 2 morality والناتج هذا k بدون اي وحدة هس اشعدنا اخيرا ويسا اخرين freezing point depression انخفاض براسين جمال freezing point depression defined تعرف as the temperature at which the solid and liquid phases are in equilibrium under pressure of phantom atmosphere يعني شو عرفنا ان boiling point من راح يتساوي الاتموسفير كبرشر يعني مع الهواء ضغط الهواء وي الفيبر براشر هاي البولنغ بوينت الفريزنغ بوينت شنية يقول لك هي الحالة السائلة والصليبة عندما تكون في توازن solid and liquid phases are in equilibrium تحت under pressure of one atmosphere حيث تكون تحت الضغط جوي واحد تمام the water in the solution has low vapor pressure than that pure ice شن يعني تذكر نحن شرحنا طهن بالبارت الاول بس نحن السائل رح نعيد خير ارطيكم مثال عليها عد نحن السائل مثل مي صافي ما بي ايجي عد نحن السائل مش بي بي سليوت تمام تمام ياهو اللي بي جزيئات تحرك اسراء اللي كل السائل اللي بي سليوت يعني بي صلب طبعا هذا جزيئات تكون حرة تذكرون من دراس الليكتور الثاني جزيئات حرة الحركة اما هنا هتتحرك بمكانها لا تحرك قوي الانجماد انجماد يعني فريز المويند يعني نحول هاي المادة لها صالبة الثلج الثلج ثابت ما يتحرك فمن اللي راح يكون اسهل تحول للثلج اللي بي سليوت لو اللي بي سليوت هذا اسهل وهذا راح يكون صعوب فهذا السهل ما راح يحتاج درجة انجماد عالية درجة نمات قليلة مثلا بس اثنين درجة سليزية بسرعة راح ينجمد عكس السالي راح تكون جزيئات متحركة يعني روابط ماك روابط او ضعيف روابط هاي تحتاج راح درجة انجماد عالية فاستشفتها منه وفريزيق بوينت راح يتقل منه راح نضيف السلولة السائل اوكي اوكي يقول لك relationship فرو فريزيق بوينت يقول لك الالاقة مع درجة نجماد شو هنعبر عنها delta tf مثل ما وضحت لكم درجة حرارة مع فريزيق بوينت kf هناك kb مع بوينت 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 b f فريزيق m solute هذه تابت الملال t مر solute نفس الشرح هذا بس ناشوف الشف يقول لك kf شا يكون اسمها is called the moral depression constant or the karyoscopic فرق بالاسامي m هاي ملال تنعرفها خلي نجي يقول لك العدد او الكمية مع solute هي راح تحدد جيدة فريزيق موت راح تقل كل ما زاد solute كل ما قل درجة الانجماد هذا مثال على الصورة ما يفيد لكم هنا منطق سؤال عد درجة الانجماد what is the freezing point depression يعني هنا شي يريد يريد فريزيق point اللي هي delta TF 342 واربعين غرام اوكي منطيك الويت 500 غرام او فوتر دعم كلش حلو دعم ولك الويت وف سكروز 342 واربعين خلن نكتب المعطيات the kf اوكي خلن نكتب المعطيات اش عدنا منطينا الويت مع سكروز نحن نعرف انه الويت مع سكروز نحن ننس ل W2 يساوي 3.42 المعطيك الويت ما تشقد M2 يساوي 3.42 كلش حلو منطيك منطيك 1.86 شمنطيك بعد اه منطيك الويت 1 جيت راح تساوي 500 غرام كلش حلو قانون نص لذها TF KF في M تمام KF جازة ال M المضالتي مجازة فراح نطلح قالونا شنو نحن عرف كلنا اللي هي N عدد المولات على الموليك الويت تمام فاش راح نساوي ال N ما عدنا فراح نطلح N يساوي ويت مال تمام مال السوليوت على موليك الويت مال السوليوت ويساوي 3 مال 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 ويساوي ال N يطلح عندنا ناتج نطلح 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 مال هنا الويت مع السولفنت 500 غرام يعني قانون المولارتي شنوى خنمسحاية قانون المولارتي M يساوي ال N مع التمال مع السوليوت يعني عدد المولار مع السوليوت على الويت مع السولفنت تمام بس شنو لازم يكون بالكيلوغرام هنا شنوى منطينا هو 500 غرام من الضغر اللي شو برح نقسم 500 غرام على 1000 هاي ويا هاي هاي ويا هاي وراح يبقى لنا O.2 يعني شنو يش رح يصر عندنا نقسم N على O.2 ال N طلعناها من هنا الناتج لناها ايش رح يكون نجيبه هنا خلنا نفض ما تحينه هو 5 رح نضروها بال KF هاي 1.6 و 8 في 5 الناتج هو O.0 37 طلعنا دلتا TF كلش بسيط يعني اغلابيت النفس الحل ما بين اي اختلاف انت همشيش حافظ حافظ قانون رئيسي وحافظ قانون مضالتي انت اذا كانوا بالبارس الأول قلت لكم بلالتي جدا مهمة اخيرا نوصلني اوزماتي كبرا شر اللي هو ضغط الاوزمازي خلنا وضح لكم قبل لا نبدل بالشرح تعلمنا نحب الفسجة الضغط الاوزمازي يعني الماي يحب السوليوت الماي يحب المذاب فهين ما يشوف يشوف هذا ماي وهنانا مذاب الماي اول ما يشوفه قبل رح يروح له جدا لي يحبه هذا هو ضغط الاوزمازي انتقال الماء منطق الواتر من منطقة التركيز الواطئ للسوليوت الى منطقة التركيز العلي للسوليوت يقول لك نانا تسمي بين مابل ميمبراين يقول لك الغشاء شبه النفاذ رح يعرف لياك الالسولفينت مليكولس توباس اتروي بات بلوك سيقول لك هذا الغشاء شبه النفاذ شبه النفاذ يعني مايفول كلشي من يمه رح يسمح اجزاءات السولفينت بالمرور مثل الماء بس رح يمنع مرور السوليوت اوكي تعلمنا كذلك في البرت الأول ان المحلول المركز المركز يعني بسوليوت غير المركز يعني بيسولد قليل فالأوزموس دي شرعك عملتها بشكل عام يقول لك هي مرور جزيئات المذيب عبر الغشاء الشبه النفاذ عبر الغشاء الشبه النفاذ من مذيب نقي أو محلول مخفف إلى منه؟ إلى محلول مركز شيء معلوم المركز؟ المركز عرفنا أنه يعني السوليوت بيهوائي المحلول المخفف السوليوت مخفف يعني السوليوت بيه قليل فعملات الأوزموس يعني المايحة بينتقل على السوليوت فرح ينتقل أما من المذيب النقي أو من المحلول المخفف إلى محلول مركز كل بساطة أما أخبرتك سوليوت بيهوائي كما أخبرتك سوليوت بيهوائي وستوب أوزموسيس يقول لك هو أقل ضغط حتى نوقف الأوزموسيس حتى نوقف عملية انتقال الماء من مكان إلى مكان آخر شنو قانوني الباي يساوي CRT السي اللي هو التركيز الر اللي هو قيمة الثابة 0.080 الثابة الغاز والT درجة الحرارة هاي شي زموها المعادلة هو يقول لك السل باي شنو هو من يقول لك طاياة يعني هو الباي السي هو تركيز المذيب الار هو غاز كونستينت هذا قيمته تي درجة الحرارة وعدنا معادلة ثانية يقول لك باي يساوي أم RT يعني أما نحط موضلة T أو التركيز حسب المعطيات والسؤال هنا شمنطيك 1 غرام أو في سكر وز يعني شنو 1 غرام يعني ويت 2 يساوي 1 مواليكليور ويت 340 M2 يساوي 340 يساوي 340 يساوي 1000 غرام أو في سلووشن ألف غرام أوكي وسلوشن 25 درجة سريزية What is the osmotic brochure أو the solution القيمة المادمة هو buy أم RT وإنما نحط موضلة T كذلك جازة هي هاي 25 سريزية بس باقي نحوالها لكلفن شونا نحوالها لكلفن نجمعها بـ 273 زاد 25 وإنما نحوالها بـ 28 يبقى نحوالها للمولالتي مولالتي شنو قانون هاي number of moles على ال weight تمام فنجيب النمبر أوف موضلة راح نطلعها اللي هي ال N2 1 على 32 واربعين الناج جمعتها 0.0029 وراح نقسمها على weight جيت راح يطلع 2.9 في 10 صالب 6 طبعاً صالب 6 هي مو مهمة يجوز انت بالمتاح هاي 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 0.0029 ما قل مشكلة راح نجيبها ونحطها هنا والناتج جمعتها 7.08 في 10 صالب 5 طبعاً ما نعم هو ضغوط فالواحدة ما تتكون ATM تمام تمام تطبيقات الوزماتك العفو تطبيقات الكولوجيتف بروبارتيز السعادة نحن عرفنا شنو هنه شرحنا هنه عرفنا قوائين بس ون راح نستعملهم ونقو the most important pharmaceutical application يقول لك واحدة من الاستعمالات الصدانية مهمة لهم in the preparation of azotinic intervenius التحضير الحقن الوريدية إنترى فينوس فينوس الوريد عن طريق هاي الخصاص هنستعمل بينهم نحضر الحقن الوريدية تمام the colligative properties الخصاص التجمعية of the solution also may used in determining the molecular weight of solute كذلك هنستعملها بتحديد M molecular weight من المذاب أو إذا كان لدينا lektro light رح ما عرف الشقد هو متأين يعني متأين 100% هو lektro قوي أو نوس 50% و lektro ضعيف أو أساسا وما متأين تمام تمام ويبقى أن هاي الصفحة قوانين ما رح نحتاجها لسه رح نحتاجها فقط بالlektro status فإن شاء الله بالمحاضرة الجاية رح نشرح مهي lektro status we thank you